أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني النصر في الحرب الدائرة بسوريا بينما قالت روسيا إن النظام السعادة 85% من الأراضي التي فقدها قبل عامين هذا ووصف زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله الذي أرسل لفا من مقاتله إلى سوريا ما تبقى من الحرب بأنها معارك متفرقة وفي إشارة إلى النسبة التي أعلنتها روسيا قال دبلوماسي غربي إن هناك أرقام أخرى أكثر قتامة من النصر حيث يوجد أكثر من 400 ألف قتيل بالإضافة لأن نصف سكان سوريا تشردوا في الداخل مع ملايين اللاجئين في الخارج